أيام قليلة على معيد محاكمته بتهم من ضمنها الفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الرئيس الموريتاني السابق ينتقد بشدة وضعية القضاء الموريتاني الذي اعتبره واداة في يد السلطة التنفيذية مبديا استعداده للمحاكمة وإن كانت سياسية في نظره رئيس محكمة إليني جهة ملفية يحيّد من ذلك البلاد يحيّد منها وإن دار واحد ثاني في بلو يتم قاضي إليني جيه ملف فيانا ويمشى في لذن يتم واحد وإن دار واحد يبلو كأنه نايب ومنين عود له ينتظر في ملف فيانا يعيّط للك النايب ويقال له عجل 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 وخض الملف أكبرض فيه قرار نقابة المحامين الموريتانيين اعتبر التصريحات والعبد العزيز تتنافى مع الواقع وأن القضاء الموريتاني يتمتعوا بكامل الاستقلالية وبالكفاءة المطلوبة وأنه العبد العزيز يواجه تهما تتعلق كلها بالفساد واستغلال أجهزة الدولة للثراء الرئيس السابق محمد العبد العزيز متهم باتهامات تتعلق كلها بالفساد استعمال الدولة وأجهزتها وكلها للثراء هذا هو الطابع الرئيسي القضية اليوم مشورة أمام المحكمة بعد تأكيد قرار الإحالة بكل هذه التهم والأمر يتعلق أساسا بقضاء على كل الكفاءة المطلوبة المتابعون للشأن الموريتاني يرون في تصريحاته والعبد العزيز الأخرة محاولة للتشويش على وقاع جلسات محاكمة باتت على الأبواب والنيلي من من وصفهم بخصومه السابقين ينتظر الشارع الموريتاني محاكمة نظام طالما حمل خلال العشر سنواتنا الماضية شعار محاربة الفساد لكنه هذه المرة سيكون داخل قفص الاتهام وهي حالة نادرة في تاريخ هذه البلاد محمد حيت قناة الغد محاولة 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 محاولة